لكن يا كابتن يعني خليني أنا لسه كنت أتكلم عن مشكلة القيد مثلا مشكلة القيد ما وحنا السنة اللي فاتت هو تقريبا نفس الوقت ده كنا بنتكلم عن مشكلة القيد السنة اللي فاتت مفيش حل يعني هتفضل كده طول ما انت بطولاتك أو لك طول ما انت بطولاتك ما بتنتهيش في الأجندة اللي هي ماشية مع الدول كلها موكي مو ده متفقين عليه ولكن أنا أقصد أقول لحضرتك أنه في النهاية خلاص الموضوع بقى واقعي دلوقتي أنت هتخلص شهر تلاتين تمانية في أول تسعة يعني هتعمل إيه ما هو أنت عندك بطولة أفريقيا بطولة أفريقيا وقت في أفريقيا هتعمل في إيه وكذا 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 وفي النهاية طب ما هو أنت خلاص أنت بقيت في مشكلة ما تحلها والمشكلة كانت موجودة السنة اللي فاتت أنت كاتحاد كورة مسافرين أربعة يبقوا موجودين مع الاتحاد مع المنتخب أوكي دعم ووقفة مع المنتخب وكل حاجة ولكن طب المشاكل اللي موجودة دي هنسيبها المين طب هل في حل لهذه المشاكل لو كان حد يعلن أن فيه مشاكل معينة أو حاجة معينة كان من الممكن أن احنا نساعد في حل هذه المشكلة زي ما حضرتك بتقول إذا كان المسؤول نفسه ما بيحاولش أنه يحل المشكلة تفاهمني؟ يعني اللي أنا عايز أقوله بصلاحة أن اتحاد الكورة الحالي عليه عمل كبير جدا وعليم الجهود كبير جدا في طرق كتيرة وفي أوجه كتيرة سواء مدربين سواء نظام مسابقات سواء منتخبات سواء موعيد ومعاد منتظم للمسابقة اللي هي الأكبر عندنا اللي هي مسابقة الدوري كل الحاجات دي اتحاد الكورة لازم يعني التسويق تسويق الدوري ورفع قيمة الدوري المصري مفروض يرتفع بأكتر من كده الحاجات دي كلها واجب اتحاد الكورة المصري وعليهم عمل كبير ومنحظنا فيه كوادر كويسة جدا فيه مجموعة جميلة جدا مختلفة أو متفاوتة في الأعمار فدي نتمنى نتمنى إن شاء الله أن المجموعة اللي مسكة تطور القرى المصرية ونتمنى أننا نحن نبقى كاسر العالم ده بنروحه كده عادي كل أربع سنين نبقى يعني صعودنا لكاسر العالم دي حاجة عادية حاجة عادية حاجة عادية المفروض أنت عندك تونس مغرب شوف راحوا كم مرة الجزائر راحك كم مرة عندك السنغال يمكن أو مرة لكن عندك في دول مثلا مثلا كاميرون كودوفوار جالها وقت غانى جالها وقت كان تروح على طول